انا كان امن باللي انه العين حق وبشدة اذا تبعثك شعين حاقد وحتعين محبة الله يحفظ فممكن انها تشتتلك صغيرة والكبيرة اللي كتكساب كيف ما قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر حكيتنا الليلة طويلة يا سادة كرام واللي من خلالها غادي نطرقوا البزاف ديال المواضيع لمتساحيل انكم تخرجوا من هاد الحلقة بدون ما تستفدوا شي حارة ما تمشوا فين وبقاوا معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كانت من انكم تكونوا بخير وعلى خير وموركم هانية وأحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد اغبرت عليكم البارح ببساطة لأنه حكية الليلة الطويلة وخدت مني وقت ذاك شي باش ما قدرت نحط لكم حتش حاجة البارح وخدت وقتي انا نكسبها باش ما انطرش انا نقسمها للجزئين حيث عافتكم ولكن اعافكم كلما بدوا في حكية الليلة ما تنسوش انكم دخلوا لتحت وتعطوني هادية فانكم تضغطوا على زر الاعجاب لي ما تكلفكم حتى شي مشهود فخني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم باسم الله يلا لنبدأ انا نور بنت ووسط ربعات ديال الخوت دراري كبرت ولي الله الحمد ووسط عائلة مغربية ما عندناش ومخصناش الاب ديالي خدام مع الدولة والام ديالي ربت بيت ما شاء الله كان كل شي مزيان كنا تنقراو واخدي نالباك ديالنا اخويا الكبير غديمشي لدولة اوروبية فين يكمل قريته واخويا الاخر خدام الماستر دياله والاخر خدام الليسانس دياله في الفيزيك المهم الحمد لله انه كانت تضرب بين المثال وليدت فلان وفلانة انا شديت الباك ديالي وقريت عام في الجامعة ومن بعد تقبلت في مدرسة واحد اخرى اللي صعيب الولوج لها الا اذا كانوا النقاط ديالك غديساعدك قريت فيها عامين ولكن قبل وانا عندي 14 سنة الام ديالي غديتصاب مرض السرطان ديال الدم وبحكم ذاك السل اللي كان صغير وما عندي شختي فكنت نحسب رصي باللي انني مسؤولة على بابا وعلى اخوتي ورغم انني دوز ذاك الفترة باش ما اعطى الله واخي كنت صغيرة في العمر ولكن كنت بعقلي من القرية للدار وكانت عندي واحد الام اللي هي جد طيبة اللي كبرت معها بعيدا على الحقد والسم وخال والي ديالي واخوتي كانوا قاسحين ولكن الحمد لله جا واحد نهار كنت نقرر في الجامعة انا ذاك واحد السيد تيسكن في الخارج من الاقارب ديال الاب ديالي كيف تنقوله راح تشحمه في الشاقور قال لي راحنا جايين بغينا نشوفه مرضك فلانا نزورها لاناها مريضة وانا ذاك هو ما كانش عارف باللي انه عنده بنت اللي هي انا غادي يجي داك السيد مع والده اللي كيف غادي يشوفني وكيف قال لي من بعد بلي انا وجيتو ما كانش بيهش لبنات الاخرين تعجب بيا ورغم انني زعمى انسان اللي كنت جد عادية ولكن قنت قانوعة وكنت حويدك فاش جاو انا اللي كنت كانت تخر غير شافني قلدارهم بلي انا راني بغيت فلانا وانا ذاك الوقت كنت في لائحة الانتظار ديال ذاك الجامعة اللي غادي قبلوني فيها انا فاش سمعت بلي انه راتي يسكن في اوروبا ومن عائلة ميسورة وذاك شي الاخر ما نكذبش عليكم تغريت واحد النسبة وقلت لبابا اه بغيت نتزوج به بابا كان الشرط الوحيد دياله انه سوقك هادك غير هو خاصك تكمل قريتك في المغرب انت ذاك المادة اللي تحطي تعليق بالها في لائحة الانتظار بغاني القراءة عدمشي لخارج هذا كسير قال بابا ماشي مشكل انا موافق في ذاك الفترة مكناش كنت عارفه بزاف كنت عارفني بلي انني انسانة اللي حادقة واللي مرضت امه وهزت الضار وهزحت خطة وكاتقرة مزيان وعندها صمعة طيبة لا هي ولا عائلتها هذا الشرخ لهم اكثر انهم يزوجوني بولدهم وولدهم حتى هو يسر باش انني نزوج به المهم غادي ندير الخطبة وغادي ندير العس وفي العائلة ديال ماما حتى شي حد ما عجبوا الحال لانوتي يقولوا الام دياللي ارا عندها ابني تغير وحيدة وزوجتها بوحد خارج البلاد وهي مريضة وغادي تكون محتاجها بقا فيهم الحال وكان الحقد وحسد الدرجة انه عندي واحد الاخت نتاع الاب دياللي مكانش كاتب غناجها ديما كتقول علاشه هما ينجحوا علاشه هما تيدروا علاشه هما تيفعلوا على زماء انا واخوتي ونحكي لكم دابا كنشوف القطار دياللي حياتي قدام عينيه جيت الاوروبا لواحد المنطقة اللي كانت بردة بزاف وانما ما موفيش هدك البرد جاتني ذك سعب حال الضيقة كانت يقولي هاد الزوج الكريم غادي نقيدك في مدرسة ديال الانجينيوري وغادي تكملي قرايتك ولكن الواقع المور اللي جيت ليه كان غير كيخرج كل نهار وكيخليني بوحدي واحد الراجل اللي عنده ألف خاليلة واحد الراجل اللي جابني ولحني في بلاد غريبة ما كان عرف فيها حتى شي حد حتى من الفراش اللي غدا نعز فيه لقيته عامر زغوب شهب أعزكم الله وبما انني ما عنديش خبرة في الحياة جاي من عالم ديال القراية والدار والعائلة فمن الطبيعي المرفش كتجيل عند الراجل كتبغي انه هو اللي يعتني بها ويتطلّى فيها وانا ذاك كنت مازال بقى عروسة جديدة كنت كالالقراج اللي عنده علاقات متعددة كنحاول ان انا ندير عين ميكا كنحاول ان انا نقول لي علاشا فلان وعلاشا فلان وتينكر سنتقيد في واحد الادارة اللي غادي يقلب لي على ستاج وليلقاوه لي لانه كان عندي ديبروم ديالي جيت بهم المغرب المهم دوز داك ستاج وكل شي ما عجبوش الحال في العائلة ديال الراجلي وويلي هاد نور عاد جات ولقات ستاج كيف دارت ليها ما نعودش لكم للعذاب لي دوز في داك ستاج معك البرد بزافة انا ذاك فجأتني الضيقة وتنقول لي عافك اعطني باش ندوز تيقول لي لا انت دابا قرى ما عندكش واحد لا كارد غير صبري فمشيت عنده واحد طبيب الراسي انت واحد الجمعية علما انه جد ميسور عند الزوج ديالي وخدام مزيان وكيشد السالير اللي هو مزيان وكنا في ساكنين في واحد البلاسة اللي هي كانت جد راقية يعني باش انه يقول لي بللي ما عندوش حتى تخرج لي واحد لكارد كان حسب راسي بللي انني غير شيطة ومعندي معناه مشيت لديك الجمعية وقال لي ذاك الطبيب بللي راح عندك نور ديقة وخاص كي تتخذي الفنطولين وصدرك غير تيصفر انا كنت نقول مع راسي واش ناخده وانا مازال بقى صغيرة مش نشوف شطبي واحد اخر ما عليناش ولك يشوفني كان دخل مصطاج وكان راجع تبدأ كيغوت علي ومتعجبوش الحال وتيبغي يحطمني باي طريقة اول رمضان اللي هي في ذاك البلاد غدي نحيش واحد الحدث اللي عمرو ما تنسى لي واخو مكنوا احداث كل مرة غدي نقول لكم غنعيش حدث ما تنساش لي بقى مازال مدووس الشهر تماما وكان رمضان وهو ما تيصومش واحنا معروفين انه في المغرب كان بده وكان وجده مسمان وكان عمره خبيزات وهو كان تيبات سكران عزكم الله والصباح كيفيق حتى الزوج ثلاثة تنظر عليها في الويكند واختكم يالله كانت انا ذاك جاي لهاد البلاد ما زال ما عرف حتى شي حاجة كينوت كيدووش وكيخرج وكمخا كنت انه انا يدخل ديك النهار البقى كان عقل غدي نوجد طبيلة ديال الفطور وكان سينفي انه يدخل ولكن ما دخلش اهو جاي اهو جاي ولكن والو تحت تمتق الباب تنقول لهم راه فلان ما جاش راه ما دخلش ونا راني مخلوعه هو كانت عنده واحد الخليلة دياله كانت يمشي لعنده كانت يسكر معها وكيدووز هو وياه وقيته موخته غدي عيطه ليه هو فاشجة ما عجبوش الحال انا بقيت كانت نهار مخلوعه ما فطلش وطوحش تدارنا وماما والاجواء وانا غير مستدود علي في ديك البلاسة كنقول مع راسي اشهد الشي درت لراسي درت سهرت في الباب دخل القانين كانت نهار في الفطور فوق الطبلة ما زال ما تتقاش بقى عليها علش عيض تلمع علش عيض ترختي وبقى كيدربني حتى بدت كتبال ليه الدار كالدور قدامي شديت واحد القرآن وغدي نديره حاجز ما بينه وما بينه عاد قدر يحبس حسيت بالحضرة وحسيت بالضعف وبيلي ما عندي فيه نمشي وعلى من نار الدراس ما نقدرش نعيط على وليدي نخلع عمع اليوم ماما مريضة ولكن كي بكتلكم انا ذاك اخويا كانت يقرر في دولة اوروبية واحدة اخرى وانا نقول هاليه وما حتى هو كان في البدايات دوله غير تيقرر فما كانت عنده حيلة كانت قريبا لنا واحد دولة واحدة اخرى وانا نمشي لها وانا توضرت فبقيت امكو وانا نقول يا ربي فينجيت وانا اشهد الحياة ما عنديش باش نعيط لدارنا لانا اخدت لي التليفون ودارهم ما عنديش نمرتهم وانا اخدت لي السخفة ولقيت واحد جامع وانا ندخل ليه لقيت الماء والتمر وانا افترت لقيت كيف ذاك الجامع وانا نقول يا رب يشوف من حالي ارا هاد السيد حقرني وصلت للجامع اللي بقيت فيه حتى صليت ومن بعد رجع في حالي حاولت انا نخلط في الطرقان توصلت للدار سنوقف السطاج اللي كنت بديته في الاول حيث يخلق لي بزاف ديال المشاكل ما خللاش لي نكمل ديمتي غوت عليها وتيدير لي غير صداع ما قلش بزاف غير شي شهورة وغادي نحمل ببنتي وهنا غادي تبدأ معاناة واحدة اخرى انه تضربني وانا حاملة ولك يخليني بالجوع وانا حاملة حملي كان صعيب وعامر بالمأساة وبالمشاكل والسكرة والاحتقار وخاء كانت هذه البنيتة عندي امال فرحتي ما كملتش خمستاش اليوم قبل ما نولدها غادي يجيني الوجاع فشمشيت للسبتار قالوا لي بلي انا وراي بنتك غادي تزاد بالتشوه في قلبها وانا يعسوني ذيك الليلة اللي بالنسبة لي كان صدمة بلي انه بنتي غادي تزاد مريضة ولدتها واتزادت فعلا مريضة وفتحوليها وهي عندها خمس ايام وغادي تبدأ معاناة واحدة اخرى كل مرحلة كتكون من نوع اخر دي المأساة والآلام مني ولدت كنشوف الامهات مع ولادهم وانا ببوحدي في البيت حتى حد ما جا عندي فيها ججوع وفيها الحليب وما قداش نردع حيتاش بنتي محداياش تحش ماما اللي ما يمكنش لها تجيلي انه حالتها مريضة بنتي كنت باغا نشوفها وما عارفاش واش غادي تبقى حيا ولله بزاف ديال الاحاسيس تخلطوا علي ذيك الوقت وانا بنت عندها واحد وعشرين سنة بنتي مشات حولوا على السبيطار واحد اخر وانا بحيلا جاتني صدمة ولو كي يعطيوني الدواء ديال الناس وماتا يقضيش فيها استدريت تنفخ بالحليب وغدا نخرج من السبيطار اللي يفت نفس دك النهار غدا نشد فيها الطريق ستديل السواع باش انا نمشي لمدينة واحد اخرى وانا يلا والده كانت عندي عشرين غرزة وكانت معي الام ديال راجلي تخيلوا معي انا يلا خارجة من السبيطار فيها اللي موت متع الجوع قدرت عندها عند حماتي وقتلعفك فيها الجوع خالتي خوضات لي الزجير لبيضات وعطيتهم لي اما هو سيدي مولاي فاش تنقول لها راجعني الجوع تجيب لي الماكلة ديال زنقان ها مكضو هالفاستفود بقى كان عقل كنت اخوي صدري من الحليب وكانت سقي بيدوك النباتات وكانت بدأت تضحك علي وكانت تقول لي اه على بالك اذا ما غتبقى يشتر ضحيه هاد النباتات غذيب قوي بكيو عليك تنقول لي اه وكانت سكت وكانت خرج العيب زدت التصرف اللائحة وصرتهم بشغيمة ديال الماء مشيت عند بنتي اللي لقيتها وسط لزار زرق كدت ننوبتها باش انا دخل العملية كان نهرها الخامس في الدنيا مقيت 6 شهور ونافس بيطارات كانت تعدب لحنين لرحيم تعدبت بزاف من مرة العملية قلب بنتي كانت يضرب لها درجة ميتين واخذت واحد دول مدة عام ونص باش انا وقدر يتقدليها هاد المدة كلها كان حتى انا قلبي كيضرب معها بالنفس الطريقة ونفس الدراجة كان عند بالي بالي انا وعندي نفس المشكل ديالها حتى كان كتاشف باللي هاد الشي اللي كان نحس به بسبب التوتور من بعد معاناة غادي ندخل انا وابنتي للدار وغادي يمشي هو يدي بلاصة يخدم في شي بلاصة واحد اخرى وغادي يخليني يبوحدي انا وابنتي واللي هي بقى مازال صغيرة وانا ما عارفة فيها حتى شي حاجة بقى حساسة وانا ما كان عارف حتى شي واحد وبما انه كنا تنسكنه في بارت ما حيث دادت بنتي قال لي يا غادي يمشي ونتحوله الوحد اخرى اللي شفاه وفرشه على دقوه عاوت فاني قالوا لي انا وابنتي خاصة تحيد جلوت حيث انا ما كانت تنفش مزيان وانا انا ذاك ما كنش مازال تنصوم لانا وكنت نفسها حتى ذاك النفس ديالي ما كانتش عقلة عليه غادي نهزها وغادي نمشي للسبيطار وكأنه ما عندهاش اب دمزة العملية وخرجنا ورجعنا في حال نلطر من جديد من بعد يومين كان بات خايفة ما حيلتي البنتي اللي مريضة ما حيلتي اللي راسي ما حيلتي اللي وحدانية بنتي بدأت تكديل عام عام ونص وتخيلوا معايا غادي نعود نحمل للمرة الثانية ورغم انه هاد السيد اللي كانت ما بيني وما بينهو علاقات الا من رافض شهور ولا فش حال لانهو كان مش ببع راسو من الخارج كنت نقول ما شي مش مشكل نزيد نصبر نوقف على الرجلي ونمشي في حالي ندير شي حل حتى غادي نحمل ببنتي الثانية اللي ما كنش بغاها لانهو الاب غير صالح وثاني حاجة كنت دير الحتيات باش انا ما نحملش ولكن امر الله كان حاجة واحدة اخرى قولت ما تنعش وقالوا يرا عندك بتئاب وراكا نقول الراجلي حفك فلان انا مزوجة فيك غير حضنني قالني محتاجة شي حضن نحي الصغير بالامان غادي جرني اللي عنده بحل شي حاجة وما حضننيش تخيلوا في نوصلة الدرجة ملقيت شراج لي يعنقني ولا شي حد تقريب لي لي قول لي هاد شي انار كلور غادي يدوز غير صبري غير صبري غير صبري ببير رغادي يفرجها دست الايام وفي الاخير تقبلت الحمل ديالي بزز مني وقلت هاد شي اللي قدر علي مولانا غادي نصبر عليه كنواسي راسي براسي دارنا ما كان شرك معهم المعاناة ديالي اللي فيهم يكفيهم وليس هزا همي اهم بنتي اللي دي مماريضة في صبيطارات وبنتي اللي في كرشي تلت سنين الليولا دو صغير صبيطارات عاد خليف اشتمشي عند وليدي ما كان خلي مكان دير كان شقا وما كان بيهنش العيب ولكن شنو غادي ترليف بنتي الثانية في خمس شهور ديالها غادي نديروا التحليل باش نعرفوها وويش غادي تزاد بحير خطها ولا لا لانهو ولا تعندي فو بيام دكشي اللي تسعليه في اللول الحمدلله بنتي غادي تزاد معندات تاشي حاجة وبيخرو على خير غادي تزاد باخير الحمدلله ولكن انا فاش كنت حاملة بسبع شهور انا غادي ناكل دقة واحد الليلة كنت بوحدي عاو تاني كيف بزاف ديال ليالي غادي نحس بوحدي الألم لي كان غير عادي في قلبي اول مرة غادي نحس بيه غادي نعيط على الإسعافات اللي جوا عندي حتى للدار دار داروا لي التخطيط واخدوا لي الدم ديالي وقالوا لي بلي انه هو نور ضروري خاصك تمشي السبيطار كيف حاش انا غادي نمشي السبيطار واندي معاي ابنية صغيرة ما عندهاش المناعة وما تنعرف حتى شي حد ما غير واحد البنت انا ذاك اللي تعرفت عليها في المسجد ولكن ما تنعرف هاش شي معرفة عيدت عليها وقلت لي ها عفك فلانا اجي شد لي يا بنتي انا مزوجة فيك حيث انا غادي يشدوني في السبيطار حيث هو منين عيدت ليه وقلت لي بلي انه هرا انا مريضة خضى الامر بستهتار وما تتحرك فيه التشي ساكن وهنا فاش مشيذت السبيطار غادي يقولوا لي بلي انا عندي التهاب في الغشاء ديال القلب ديالي طلبوا مني شي راجوات ودخلت واحد توتروا حد اخر وابلي انا انا قدر نمو سقاح فاش غادي نولد وما حدا يا لاموي لبا وراجلي ما مسوقش عينو زيغة ووالدي وخام غاربة ما قلبهمش عليا وبنتي مريضة وما قلبهمش علا حفيتهم فين غادي نعطي الراس يا سيدي يا ربي شنو غادي ندير انا قلت لي بلي انا وهادي الشي رابي الزاف عليا وحتى شي حد ما معاوني وورا هنا مني كل شي انا غادي يقولوا لي هو في خدمته بلي انك ممكن تبتل المدينة وتبتل المدينة وتبتل لانا وكنت كنضرب شهر شهرين غير بوحدي المهم غادي يوتي لنهار ديال الولادة ديالي اللي سبحان الله غادي ربي سهل علي ورغم حتى شي حاجة ما كانت توحي على السهولة وعلى التيسير لانه كان عندي المشكل في قلبي ولدت بنتي وكنت مريضة ولكن بنتي على الاقل كانت معايا وفرحت ماشي بحل شريبتي اللولا جاءت لام ديال زوج ديالي سبحان الله بحيلة ماشي مغربية كنت غير كنشوف وكنت تفقص داخليان تشهيد انك الماكلة سخونة وصبحان الله كأنها تقولي كانت تدير ذك شي بالعاني ووالو ما كانت تجيب لي اسويبا هي التهلي بنتي الذات تزوينا وكانت شوفها وتنقول سبحان الله حمد لله ربي عوضني دخلت للدار مع بنتي وما كبناش 6 ايام وغادي تتخنق لي وثاني غادي شدوها لي عشر ايام في السبيطار وتنقول لي يا ربي الله يا ربي راني عييت بنتي اللولا نفس المشكل والثانية تهي نفس المشكل وما زال ما فرحش بها ديال مدة كلها وانا مريضة وهنا فين قال لي الطبيب ديال القلب بلي مخصدك شبق عبوها حيث قلبك على سبا وضروري يكون مرافق لك شي حد في حياتك هنا رجلي غادي قطار حليا انه قلسي مع دارنا مع موبا ومع اخته شو غادي ندير شو غادي نقول واحد المعاناة بدأت تاني مع دارهم مع كنت تانر الدع وتجيني جو ومكال قمنا كل اللي كله تنبقنا كل غير الحلوة وعاو تاني بنتي كانت خنقلية وكانت عساف سبيطار واحد العذاب اللي وليت كنقول عليه هي ياري تكون بقي تفضاري ومت في الدار والله هذه الحالة مع دار راجلي تل واحد الليلة من جديد وغادي جيني ألم في قلبي وبنتي كانت كاتر داع وبنتي لاخرها مسيكي نتاهية مريضة قالوا لي ضروري انا كي تديري لي غام وقالوا ببط راجلي ضروري خاصك ديها واحد ساعة دي المقانة في ندير هاد الراديو وبدأ كي تردد درت عندو وكت له عمي فلان انا ما بغيت ندير والو تنرجع عند دينتي وندير كل شي وما دار لي حتى شي حاجة جزو من الجينتي والناس بديت كانت تحسن شوية بشوية وكان دير مراقبة للراسي كلها تلت شهور ترج رجعتم زيال الحمد لله ولكن نفسيا كنت مريضة كتئاب ونعاسم ونعادي مع ابناتي وكنت تنصبر لانا وانا ذاك كنت مازال بقى صغيرة وكان مازال الجهد تحول للمدينة جديدة ورغم ذلك هادك الشخص بقى هو هو البلاسة اللي كيمشي لها تقلب على البيران وعلى الفساد تلواحد النهار كان رمضان بقيت كنت طلب فيه اعافك افلان اعافك صومرة غادي عدبك مولانا وهو كان ديك الساعتي يسكر بدأت يقول يا غير وخة وخة تلواحد الليل عوتاني مشا ماجاش الليل كله كان عيط لي فينك وهو يجي الصباح قال لي راشدوني البوليس رلقوني في حالة سكر وحيدوا لي البيرميل مدة خمس شهور يوشنو غادي نقول لكم كيا على كيا بقيت عايشة مع دك سيل لنص حيات وخدمة ونص حيات وخدمة وفساد وديما كانت سيطيح بي ويقول لي يا انت يا خيبة ورغم انني عندي ما شاء الله حقي من الزين وكنت نحاول انني ندر مجهود ونتقدي علما انني ما في اللي تعيب وكان طيب مزيان وحودك كيف ما تيقولوا علي الناس وتحطني على الجرح يبرا ما غديش نشكر ليكم راسي ولكن قدر الله ما شاء فاعل اغادي نقول لرجلي باللي انا وانا خاصني ندخل نقرأ وخبنتي باقي صغار هو ما كانش باغي ولكن انا قلت خاصني ندر شي حاجة مع كنت بزاف سبيتارات قلت بغيت ندر فرملية لانا اللي بقوة ما وليت كنشوف داك الشي صافي حفظته غادي ندوز كنكور ما نجحت شفيه ودرت المساعدة ديالا وقالت هنا مدات عام باش ما اعطى الله ما كنش كان حفظ ولكن كان كيسترها لي الله عام اللي وخا كنت فيه مزوجة بحيلة كنت ببوحدي كان مني انتي يشوفني تنحفظ كانت يلوح علي بناتي ويقول لي يا اديها في بنات ومني كنت تندر ستاج كانت يقول لي يا سري مسحي للناس شوارج ديالهم قاومت وتقاتلت والحمد لله خديت دي وبدت كنخدم ولكن ديما كانت يدر لي المشاكل وكانت يضربني وديما تدخل مع الطلق كنت عايشة ديال الكلاب عزاكم الله عزا قدركم معمرني كنت سعيدة معافة ذك الزواج تفاصيل كثيرة ديال الحياة لي ماشي ديالي كيفاش تربيت مع وليدي ديك الشي كله وما كانش كيش به لي كان قهير كان دعي يا رب يشوف لي من حالي ودير لي شي تخريجة حتى غادي نوصل لواحد المرحلة اللي بغيت نتلق فيها ولكن بقيت نقول كيفاش غادي نسير الحياة كيفاش غادي ندير ونبوح ذي ما معي حتى شي حد خفت ورغم ذاك شي تجعت وقلت لي فلان انا بغيت نتلق قل لي يا جري طوالك انا ما خرجش من الدار وغادي نبقى بحالها كنسكر الوقت اللي بغيت وندير اللي بغيت وهذه هي حياتي بغيتي ما بغيتش انتي لي سيري خرجي علي يا قل استلسل وكامكي بوحد درجة اللي كانت هي استيريا وتنقول يا ربي اهد سيد رادلني سبع سنين ديال العذاب يا ربي راني عمرني معرفة معنى الزواج وحياة زوجية يارب تشوف من حالي يارب يفرج علي في مقارب مشيت لخدمتي مع زوجي العشية ولكن قبل راني خليت ابنتي معاه فاشخرش مع الخمسة لقيته سكران والبنات حداه بقاتي يقول لي يا اشنو درتي فين مشيتي وغادي هزالي الموس وشدني من شعري ودور بيض در كاملة وبقاتي يقول لي يا اليوم غادي تموتي وابنتي فوق من الفوتي قلس انتي يشوفو هاد الفيلم قدام عينيه تقول لي عافق رغم ما مريضة غادي بقى فيها الحال ضربني في دي حتى خرجت لي منها راكم عارفين بديت كانت توقض ايش هاد شي تيتراليا ايش هاد شي فاش انا عايشة ووسطاش عايشة سدى لي الباب وما خلاني اش نخرج جاب الله كانت سالت واجيبي حليت ومشيت تجريت عند وحد الرجل من دولة عربية ودعت على البوليس وعلى لي بقى عقله واحد السيد كان خدمة لي قل لي يا شو اسميتك قلت ليه نور 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 انتي بقى صغيرة وما كتستحقش هاد الشي هاد الهدراكي فاشقالها لي بدك لوجه ديالو بقى كنشوفها قدام عيني اليومين هاد بالتفسي بيطار خيطوا لي يا سبعات ديال الغرزات وخليت ابناتي تنفكر فين هما ودارني محلولة وهو الدوه البوليس الله يا رب بيدك لبنات فين مشاو جيت الصباح لقيت ابناتي بات معهم دك اشجار ديالي مسكين اللي عند منها رب غادي عيطوا علي البوليس مع الصباح وقالوا لي يا دعي راجلك كنت له من الله خفت ندعيه ما قدرتش خفت وقالوا لي الحبس وحشومة ومشي ديالبنات الناس وقالوا لي دمه واخه وكل شيء يطلب فيها عفاك نور ارى عزيزة علي خدمته غادي تخرجي لي عليها وبزاف ديالناس الطرفية والبوليس يقولوا لي يالاخذ كدعيه جيتني ورقة من المحكمة باش انا يطلبت تعويضات ديالي لانه كانت تخرجت لي انه غايمشي للحبس تلتنين وخمسة وسبعين مليون ديالت تعويضات قلت لها ما بغيت والو ماتلي تبغيت حتى شي حاجة بغيت غير راحت بالي افكاري مخربقة وما كنشو مستوعب الحياة انا ذاك اللي كنت كنعيشها قلت خليت ليه الله والعادلة الالهية وما بغيت تصدع معا حتى شي حد هذه فكرة زوينة اللي كنت درت ولكن كان عليها نربيه قانونيا كتبت ورقة فيها باللي انا اللي ضربت راسي وماشي هو باش نقدر نتنازل ليه ونسمح ليه حتى ما ما كانت مع الفكرة ديالي انا نتنازل عليه الا اخويا اللي قال لي يا ربي راجب ليك باش تنتقمي من ديك سبع سنين كلها ديال الحرب اللي دوزتها ربي دار ليك القصص العين وبالعين والسنين كان عنده الصح ولكن قلت لا ابنتي ما بغيتهم مش يشوفوا بابهم في الحبز فكرت بالعاطفة ديالي وها هو الغلط الفادح اللي كنت درت انا هاد الوقت كنت نرجع الدم واضطريت انا ندخل السبطر وشدوني نبات حتى يتقنوا من الحالة ديالي حيجاش قالوا لي يا ابني انا ممكن يكون عندك الكونسيرفر ديالي لكن الحمد لله مولانا اخرج على خير كانت غير بكتيريالي كانت خفيفة وهو غدا يجي عندي وهو كيتبورد علي وكيتهز وانا يلا كتباليه البراء اللي خصو يبوس ليها عليها يلدي ورجلي لانني اتنازلت ليه وما غدا يوقع ليه تاشي حاجة رجعت للداري وبديت في المستران تاع الطلاق اربع سنين وانا معها في الطلاق ما خلا مدار ليه من مشاكل باختصار مفيد بغي اخذ ليه فريقو منعني من ابنتي انا وممشو معالي المغرب كل مرة كيخرج ليه بمشكيل انا ذاك تبدلت ووليت نور واحد اخرى وانفاتحتي على الحياة رغم انه كانت يخلق ليه مشاكل في المستران تاع الطلاق ديالي وكانت تنغير امسا انتهنى منه وكانت صحيبة الدعواء لنوفق ما بين خدمتي وبنتي صغارات وبنتي اللي دي ما مريضة وما بين نفسيتي اللي كانت مضمرة متحت الزيرو داس ايام واللي كانت قرري في المسجد وتعرض عليها واحد السيد اللي احتهو مطلق وعندو زوج ديال الوليدات وغزر بزاف وكيصلي وكيمشي للجامعة هالشي ربما يجيكم عادي ولكن اختكم عمرها ما عاشتو يعني وما تنسوش كانت مزوجة من فراخ اول مرة غدي نشوف هذا السيد كان شوفي وتنقول يا ربي هذا هو العوض وكيدوي معي بالمغربية وحنين وبقد تنقول يا اخيرا ربي واقي لا غدي يعودني صافي انا غدي نفرح ولكن ما كمناتش اسبوع وغدي تقلب علي كان متقلب مرة يقول لي تنبغيك مرة لا مرة مرة فضنتوج بانسانا ما تلقاش ويقول يا ما تلقاش حسن منك نور كانت يلعب بيا تل واحد المرة وقال لي يا ابنت الناس انا ما تليتش بغيت هادشي والله يسهل عليك باختصار امو ما بغتنيش لاناني متلقة فبديت كان ندير علاقات مع الناس والدائرة ديلي غادة وكانت توسع وكانولي اجتماعية وعود ورجع دك الشاب اللي مو كانت رفضاني وطلب مني السماحة وقلت ما شي مشكيل اجي انتق فيه مرة تانية ولكن لام ديالو كانت رفضاني تماما حيتش انا كنت متلقة بصمة عار ومستقلة فخفت على ولدها ودخلت معي في صراعات وحروب بدون تفاصيل وقالت لي لا ما تديش هادك وانا خاطر اني الحزن والناكد لانه في نفس الوقت طالق ديالي كل مرة يدير ليها مشاكل بدلت الخدمة وخدمت فاشنو كنت تنقرة ودخلت في اكتئاب وهدرت الناس كترت عليها على اساس بلي انا بغن ناخد الرزق متع الطالق ديالي وكانت مع ذيك لادرات يبقى فيي الحال خلي علي اخويا في المغرب اللي غادي تصاب بمرض السراع وغادي يولي سيلك الدواء بوحد طريقة اللي هي كبيرة ولا مريض بزاف وزي تأثرت فوق مشاكيلي وتأثرت وليدي وغادي نشد قرض من البنكة باش نعاونهم فخويا هادي ندخل في الريبة حاجة اللي ما عمرني فكرت فيها وقمن هادشي كنت كان بل كل شي بلي راني فرحانة وناشطة ومعكرة والماكياج ومخصني حتى خير ولكن تحت ذاك الوجه ذاك الماكياج انا فتاعاتها ما تعلن بها غير مولانا هذا المدخل اللي كان بخير سيطلق حتى هو وغادي يمرض حتى هو وغادي يشد الفراش حتى هو وغادي يزوجي الخوتي مراض ويزوجهم في الفراش ويشربون غير الدواء ورغم ذلك كما تنعود لحد شي حدش نواقع معايا تنبيكو تنسكت ما لقيت شي كتفعله من تكي عليه كل شي تحكم عليك باللي انا كنت انت انسان غير سدى على راسك وغير كتزوقي في راسك وحتى شي حد ما عارف التفاصيل والمعاناة ديورك اللي ما بغاتش تسالي لك هذا صراحة تفاصيل كثيرة اللي ما تكفينيش فيهم ساعة ديال حاكي ذاك الانسان اللي كان باغيني اسمع تدوج وبقى في الحال وبكيت وحسيت بالظلم الظلم لذي ما تنمو ولكن مدة شهرين ولا تلت شهور جابوا لي اخباره باللي انه وطلق وصفت ذاك المرأة المغرب ما تشفيش فيه ولكن كان قوله كان انا بلاستها كان ربما غادي يكون هذا هو مصيري والحمد لله بنين فيها خير وما تزديتش مع ذاك الانسان الله يفرج عليها وعلى كل مرأة كتربي ولادها بوحدة سواء مطلقة او لا ارمالة او لا مزوجة بالاسم وهي ما مزوجاش كيف ما كنت عايشة هاد الحكاية حكيتها باش الناس يرحموا الامرأة المطلقة واللي بوحدة ماشي اي وحدة مطلقة عاهرة او اللي حدودية او اللي ركاد دفع كبير او اللي حسة براثها اغلبية هاد الناس عاشوا امراض ومشاكل ما كيعلم بها غير مولانا انا اعطوني اسم انا اخدمت في واحد البلصة اللي عندها المقام ديلها وباللي انا ولد فيها العياقة والفلوس ردخل عليها وخارجها ولكن انا مسكنة ربي اللي علم بيا انا اليوم عندي 32 سنة ومنتلقة وعيشة مع ابنيتي بوحدة خدامة كانت تقاتل لكن بقي لي اهم واحد كان بدكا نفكر يا ربي يا ربي دي كريبة اللي خديت مؤخرا على وديت اخوتي كيفاش ندبر انا ينخلطها وانا ما عندي بيها حتى شي علاقة فكا عليا يا ربي كيفاش غادي ندوط نجمع سبعالاف اورو اللي هي سبعاد المليون ديالنا اخصها تكون عندهم في شهر خمسة وانا يلا تنخلص الماضه وبعد المرات كان جاء بقدم على الشهر ولكن انا عارفة بلي انا ربي كبير يحنين وتنقول بما انني قدرت واحد لحاجة باش انا لنرضي مولانا او لنرضي وليدي فيها على وديت مولانا اربي ما غادش يخليني حمدلله على حالي انا تنقام بلي انا والعين حق لانا وكيف عودت لكم في البداية بلي انا وكل شي من عائلتنا وكل شي من ناس كنا وحلي اللي هم بتربيتنا ولا سرامتنا ولا حتقريتنا عفاكم عفاكم ليس معا تقصي غير دعو معي بلي انا ربي يفرجها عليها ويفتحها فوجهي اعطوني دعاء الغيب قولوا ياربي افتحها على ديك البنيتها نور راني وقت ما صليت نقول ياربي راني بغيتش فرحها نبقى كنبكي فيها من ناشط ديالها وهذه هي كانت قصي وهذه هي كانت حكاية نور كل شي دعي معا نور من فضلكم في التعليق اللي تحت باش تفاجيوا على قلبها في حكايتنا الليلة استفدنا بلي انا هو ما كان جوش وكانتزوجو غير هكاك بدون ما كانت نسولو على الاصل متع شي شخص واخي يكون ملحمنا ما كان جوش وكانتزوجو بتربيتنا وقريتنا وصبرنا على واحد الشخص اللي يلقي من الاخلاقية ما تيكسبهاش سافدنا بلي انه ماشي اي وحدة عندها منصب يعني انها مرتاحة نفسيا سافدنا بلي انه ماشي اي وحدة مطلقة راه فاسدة او لا بغى الطير او لا محمدش الله سافدنا بلي انه التابعة ديالبنادم اذا تبعاتك تقدر تشتتك وباش تحمي راسك منها خاصك الدكورية مولانا الليلو نهار سافدنا بلي انه الربا كتزيد تغرق الانسان فيما هو غارق لكن هاد الامر نخليوه المولانا تعال ما بينو ما بيلعب ديالو سافدنا بلي انه قبل ما ندخلو في شي علاقة جديدة نعطيو فرصة لريوسنا فاننا نرتاحو ناخدو فترة ناقا باش نقدرو نختارو بعناية وبصواب هذه كانت حكايتنا الليلة يا مسابعين يا كرام كيف ما عودتونا دائما بالطيبوبة ديالكم خليو تعاليق جميلة ورائعة فوجوا بها على القلب من تحسين صاحبات الحكاية اعطيوها امل في ام مولانا اعطيوها امل في الدنيا خليوليها دعوات لانه دعوات لغيب مستجابة وربي فرجع للجميع الله يجعل مولانا يدلك من ديك ترق لا عليك ولا على اي واحد يشوف ندابك ويعيش شي حاجة مزيرة في قلبه ضيفة جاء لنا جميع دمتم في رعاية الله وحفظه تلقى بعد وضي شاء الله سلام سلام